وينضم إلينا من نيويورك السفير ماتيو رايكروفت المندوب البريطاني الدائم لدى مجلس الأمن سيد ماتيو رايكفورت لماذا كل المناطق متفق عليها اللاذقية الغوطة الشرقية متفق على هدنتها إلا حلب تستعصي عليها الهدنة لماذا أولا طفتم مساء وأود أن أقول أولا أن الحكومة البريطانية تشعر شعورا قويا بالوضع تجاه دمشق وحواليها وحلب وما يحدث أمر مشين أن حلب تحترق وحلب تنزف وحلب تموت وهذا لا يمكن أن يسمح به اليوم مجلس الأمن الدولي بكامل أعضائه حشد جهوده وجدد المطالبة لكل الأطراف وخاصة النظام السوري باحترام القانون الدولي الإنساني لكن هل من ضمانات لذلك؟ علينا أن نضمن أن كل الكل يستجيب لهذه الدعوة لأنها دعوة موحدة صدرت من كل أعظام السلام بمن فيهم روسيا بأن كل أطراف النزاع يجب أن يفعوا بالتزاماتهم بما في ذلك الاحترام القانون الدولي الإنساني حتى الحروب لها قوانين ومن المهم للنظام السوري أن يغفية بالتزاماته وأن يوقف الهجمات الجوية وأن يوقف الاستهداف المقصود للمستشفيات في حلب وغيرها وهذا يعني أيضا استماح بالقوافل الإنسانية التي يحتاجها الناس أن تواصل طريقها وتوقف عن مصادرة الأدوية والمواد الأخرى وأخيرا أيضا استئناف مفاوضات السلام لكي يستطيع الشعب السوري أخيرا أن يدخل مرحلة انتقال سياسي بعيدا عن نظام الأسد وهل تتفقون مع الموقف الأمريكي بأن المعارضة والنظام على السواء يتحملان مسؤولية التصعيد الحاصل في حلب إن المسؤولية الأساسية تقع على عاتق النظام السوري فهم الذين يقومون بالهجمات الجوية ضد حلب وعليهم تقع مسؤولية حماية المدنيين في كل سوريا بما فيها حلب وهم الذين ينتهكون هذا القانون الدولي الإنساني من خلال الاستهداف المتعمد للمستشفيات والأطباء وسيارات الإسعاف والممرضات إن الطواقم الطبية يجب أن تكون مثارا للأمل وليس هدفا للضربات وهل يستعصي إلى هذا الحد إرغام النظام السوري على احترام القانون الإنساني الدولي في هذا الشأن ونحن في اليوم الثاني عشر من هذه الهجمات على حلب ينبغي أن لا يكون صعبا لكن أثبت الأمر أنه صعب حتى الآن لهذا السبب على روسيا وكل عضو آخر في مدرس الأمن أن يستخدموا كل ما لديهم من نفوذ كما قال الأمين العامل المتحدة كل ذر من نفوذ على النظام السوري لوقف هذه الهجمات 12 دوما يوما من الهجمات ينبغي أن يتوقف الآن لأن هذا أكثر مما ينبغي ماثيو رايكروفت المدوب البريطاني الدائم لدى مجلس الأمن كنت معنا من نيويورك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك